حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله لا زالت الفرصة مفتوحة أمام من أحب أن يدرك ليلة القدر الحقيقة بقي على رمضان تقريبا يومين أو ثلاثة أيام النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأخير أو الأواخر يعني ليلة القدر من المحتمل أن تأتي آخر ليلة أو في ليلة التاسعة والعشرين وبالتالي فكل يوم هناك احتمال أن يكون ليلة القدر كل ليلة تمر من رمضان وبخاصة العشر الأخير احتمال أن تكون ليلة القدر فنصيحتي حقيقة لأحبتي في الله أن لا يترك الدعاء اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا يحاول أن يحفظ القرآن أن يلتمس فعل الخيرات أن يحاول أن يصل الرحم أن يقوم بأعمال البر لأن العمل أيها الأحبة يضاعف كألف شهر يعني ثلاثين ألف ضاعف على الأقل لأن الله تعالى يقول ليلة القدر خير من ألف شهر إذن أيها الأحبة قد ينتهي رمضان وسوف ينتهي فماذا يفعل من فاتته ليلة القدر الحقيقة أيها الأحبة من رحمة الله تعالى الذي قال ورحمتي واسعت كل شيء من رحمة هذا الإله العظيم أنه ترك لك باب الثواب بفتوحا حتى الموت فيكفي أن تنوي دققوا أيها الأحبة أن تنوي أن تقوم ليلة القدر في رمضان القادم لأن رمضان هذا ربما فاتك ربما نسيت ربما لم تدرك هذه الليلة ربما أمضيت وقتك في الله أو في العبث هناك فرصة أمامك للنية النبي عليه الصلاة والسلام له حديث عجيب أحبة في الله يقول فيه هذا النبي الكريم إنما الأعمال بالنيات سبحان الله يعني دققوا معي إنما الأعمال بالنيات ماذا يعني؟ يعني أنا بمجرد أن أنوي فعل الخير يكتب لي الأجر؟ نعم أن أنوي أن أنفق في سبيل الله أن أساعد فقيرا أن أساعد محتاجا أن أحفظ القرآن يكتب لي الأجر؟ نعم أيها الأحبة النبي عليه الصلاة والسلام وضح لنا ذلك كيف لا يوضح وهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة سبحان الله ما هذا العطاء الإلهي؟ هذه عظمة الإسلام أحبتي في الله بمجرد أن تنوي فعل الخير يكتب لك الأجر والثواب وتكتب لك حسنة كاملة على فكرة فإذا فعل هذه الحسنة كتبت له عشر حسنات بالمقابل أعطى الله فرصة رائعة لأولئك العاصين المذنبين ومن منا لم يعص الله ولم يخطئ أعطانا فرصة حيث بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا هم أحدنا بالسيئة بالمعصية فعملها تكتب له سيئة فقط السيئة لا تضاعف هممت أن تعمل عملا سيئا يكتب لك سيئة واحدة فإن لم يعملها فأنا الآن لم أوفق مثلا لقيام ليلة القدر طيب أنا أمامي على الأقل أن أنوي أن أدرك هذه الليلة إن شاء الله أدعو الله أن يوفقني لإدراك هذه الليلة في رمضان القادم قد أموت في اليوم الثاني فتكتب لي هذه الحسنة كاملة لأن الموت منعني من تحقيقها إذن أيها الأحبة ما الذي يمنعك أن تنوي فعل الخيرات في كل وقت ليس فقط في ليلة القدر ما الذي يمنعك أن تجعل نيتك خالصة لله تبارك وتعالى أن تنوي تقول يا رب يسر لي أن أكون داعيا إليك بالخير كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله قل يا رب أرزقني الدعوة إلى الله هيئ لي أسباب الدعوة أنا أريد أن أدعو إليك أريد أن أكون من الذين قلت فيهم ومن أحسن من الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله أريد أن أكون من هؤلاء ماذا أفعل يا رب يسر لي الدعوة إلى الله بمجرد أن علم الله منك صدقا في هذه اللحظة ثق تماما أنك أخذت الأجر من قبل أن تقوم بهذا العمل لذلك نعود للحديث العميق جدا حديث عميق من أعمق الأحاديث أعتبره أنا إنما الأعمال بالنيات ثلاث كلمات فقط أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لك اجعل نيتك والنية مكانها القلب دائما موجهة لله عز وجل إذا فاتك فعل الخير الآن إنوي فعل الخير إنسان ليس لديه مال إنوي أن تنفق في سبيل الله إذا رزقك الله إنسان مريض غير قادر على الصيام إنوي إذا عافاك الله أن تصوم وتكثر من عبادة الصيام لأن الله يقول لك في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به إنسان أيها الأحبة ليس لديه علم ويريد أن يدعو إلى الله ثق تماما بمجرد أن تنوي أن تكون داعيا إلى الله سيوفقك الله للدعوة إليه وسيعطيك الأجر ولو لم يتحقق ذلك النية هي التي جاءت لك بالأجر الكبير أدعو الله إذا رزقك أن تتصدق هذا أحد أبواب الرزق أيها الأحبة أن تدعو الله يا رب أرزقني لكي أتصدق أنا أحب أن أعطي هؤلاء الفقراء أحب أن أساعد أخي هذا المحتاج ولكن ليس لدي مال هيئ لي رزقا يعينني على الإنفاق على العطاء الله تعالى سيكرمك ويهيئ لك هذا الرزق وحتى لو لحكمة هو يعلمها لم يتهيئ لك هذا الرزق فإن الله تعالى سيعطيك أجرا وكأنك أنفقت كثير مننا يتمنى أن يحفظ القرآن قل يا رب أنا أنوي حفظ القرآن ولكن نية صادقة للأسف معظمنا يقول ويدعي ولكن الصدق كل واحد يعلم نفسه النية الصادقة هي التي يستجيبها الله الدعاء الصادق هو الذي يستجيبه الله كما استجاب لأنبيائه لأنه علم الصدق منهم كانوا صادقين مع الله عز وجل بمجرد أن تنوي حفظ القرآن وتقول يا رب أنا أحب أن أحفظ القرآن وأحب أن أتدبر القرآن وأفهم كتابك العظيم حتى لو الظروف منعتك أو لم يؤسر لك ذلك تأخذ ثواب هذه النية لذلك أيها الأحبة في الختام من فاتته ليلة القدر أو فاته أي عمل أو حتى لو فاته الصيام أو الصلاة الباب مفتوح إلى متى؟ إلى لحظة الموت فتح الله لك باب التوبة وباب النية لتأخذ الأجر عليها النية الصادقة حتى لحظة الموت لحظة الموت لا ينفع الإنسان أي عمل بعد أن يرى مقعده من الجنة أو النار إذن لديك وقت ممتد الآن بما أنك موجود على قيد الحياة جدد النية أخلص النية لله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يرزقنا قيام هذه الليلة وصيامها وأن لا يحرمنا ثوابها إنه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق اشتركوا في القناة عبرشان اشتركوا في القناة